السلام عليكم ورحمة الله منذ أن بدأ عام 2022 الأحداث في غير تقليدية على جميع المستويات والجميع يشاهد ذلك الأحداث الكونية والزلازل والبراقين والكلام عن نجم الآيات النجم المنتظر والحرب الروسية الأوكرانية والتصريحات اللي بتخرج علينا كل يوم والكلام اللي أصبح مباشر عن الإمام المهدي زي ما شفنا اليومين اللي فاته والرئيس الأمريكي بيض يتكلم عن الإمام المهدي هذا العام عام 2020 أنا بسميه أقصر السنوات أو الأعوام غموضا على الإطلاق مخابرات العالم تجيب عن السؤال الأهم هل سيكون هذا العام هو عام ظهور الإمام المهدي هل سيكون عام 2023 هو عام ظهور الإمام المهدي أجهزة المخابرات الأمريكية كلنا عارفين أصبحنا شبه عارفين أن هي بتبحث عن الإمام المهدي بل بتخصص حلقات وكورصات مكسفة للكلام عن الرجل العظيم على حد تعبرهم الذي يأتي ويخلص البشرية أحيانا يسموه المعلم الأخير وأحيانا بيسموه المنقذ وأحيانا بيسموه المخلص وده مصطلح أكرب للنبوءات التوراتية والنبوءات التي جاءت في الإنجيل بتتكلم عن رجل في آخر الزمان يخرج قبل عيسى أو قبل العودة الثانية لعيسى ابن مريم كما يعتقد النصارى طبعا هذا الكلام بنهديه للناس اللي اتفاجأت بتصريحات بايدن أنه بيتكلم عن الإمام المهدي ويطالع بايدن يعني يظهر كما لو كان لا يعرف شيء عن الإمام المهدي وأنه لأول مرة يستمع أو يعرف هذه الشخصية طبعا كل الكلام ده مراوغة واضحة جدا ولا تنطلي إلا على البسطة جهاز المخابرات السي اي اي الامريكي بيبحث عن الإمام المهدي والجميع يعلم ذلك الشخصية بتاعة الإمام المهدي شخصية معروفة للمخابرات يعني ايه معروفة للمخابرات لا أقصد الشخصية يعني عارفين هو مين لا يعني شخصية المهدي كما جاءت في النبوءات معروفة جدا عند المخابرات الامريكية وعايز أقول لك أن الأمر أعلى من المخابرات الامريكية وأعلى من الرئيس الامريكي هؤلاء كلهم موظفون عند حكام العالم الحقيقيين فاكرين لما من فترة عملت حلقة أو اتنين اتكلمت فيهم عن شخصيات بالأمر المباشر لا مساس بها المهدي شخصية غير معروفة ولم تظهر بعد ولو حد قال لك أنا أعرف الإمام المهدي قل له أن انت كذاب ولكن الشخصيات التي تسبق الإمام المهدي معروفة بوضوح جدا من قبل أجهزة الاستخبارات الامريكية وأنا بقول كلام ده خطير وكلام مهم وعايزين يعني في هذه الحلقة أي حد يشاهدها يدوس لايك إعجاب علشان نقدر ننشرها على أوسع نطاق يعني أفضل وسيلة لنشر المحتوى أن انت تدوس لايك فعايزين كلنا نضغط على زر لايك عشان الحلقة دي تنتشر على أوسع نطاق المخابرات الأمريكية تعلم جيدا أن هناك شخصيات مدية أوامر للموظفين ما هو أنت عارف فيه تدرج وظيفي زي ما بيقولوا يعني فيه حكام على رأس الهرم حكام العالم الحقيقيين اللي احنا كلنا عارفينهم وتكلمنا عليهم في غير ما حلق وبعديهم بيجي الحكام اللي هم بيظهروا قصاد الناس القوى العظمى أمريكا وفرنسا وهكذا الحكام بتوع أمريكا عندهم برضو بيدوا أوامر اللي تحتيهم الأزيول الزيول اللي كلنا عارفينها لها منتشرة في كل أنحاء العالم هؤلاء انت تبعت الأحداث من أول مثلا ما طلعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز وقالت الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة لو انت تفتكر الكلام ده من سنين والناس لم تعر اهتمام بهذا الكلام وبدأ الشغل يبقى على أرض الواقع وتوج ذلك بما يسمى ثوارات الربيع العربي اللي كان لازم تعمل هزة لأنظمة الحكم الجبري أنظمة الحكم الجبري كان لازم تتعرض لهزة لأن أنظمة الحكم الجبري منذ سقوط الدولة العثمانية تمتعت بحالة من الاستقرار النسبي وده مش في مصلحة إدارة الأحداث عند حكام العالم الحقيقيين اللي كل هدفهم التسريع بظهور مخلصة هم هم وعارفين أن المخلص بتاعهم يسبقوا المهدي طبعا كل شيء بقدر الله ومحد يستعجل أقدار الله ولكن ده فكرهم انتبه لأننا بكلمك بتفكرهم هم كيف هم يفكرون فمنذ أن بدأ ما يسمى بثوارات الربيع العربي وشوف نحالة من الهرج التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها أن هي من أهم خصائص فتنة الدهيماء وشوفنا أحداث كلما ظن الناس أنها انتهت تمادت شوفنا الكلام ده كله في فتنة الدهيماء اللي الرسول حبيبنا صلى الله عليه وسلم وشفيعنا لم يتركنا وأرشدنا ولكن العيف اللي بيحاول يخبي هذه الحقائق سبحان الله وقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تنتهي هذه الفتنة طبعا مخابرات أمريكا والعالم عندها مراكز بحثية إسلامية عرف كل الكلام ده أكتر من كثير من المسلمين الغافلين وبدأت أحداث ما يسمى بالربيع العربي وكانت إدارة الأحداث في كل الدول اللي قامت فيها بنقصين الثورات نفس السيناريو كأن اللي بيدير هذا السيناريو جهة واحدة وهي فعلا جهة واحدة اوعى تكون طيب وسازج وتقول أن هذه الجهة هي أمريكا أنا بكلمك كلام أعمق ما وراء أمريكا حكام العالم الحقيقيين كان الهدف كله عمل هزة قوية جدا لأنظمة الحكم الجبري تمهيدا للقضاء عليها وإلا فاسأل نفسك سؤال حكام اللي قامت عليهم الثورات هل قصروا في موالات هؤلاء ما شفوش شغلهم الجواب والله ما قصروا طيب ما كان الداعي لإقصائهم فكر هتلاقي أن الموضوع ماشي التحليل ده ماشي احنا اتفقنا بنحل الأمور من ناحية أحداث آخر الزمان ما لن نجدعوه بالسياسة ما لقال لي نصلة بها أنا أقصد السياسة بالمفهوم دلوقتي اللي بتعتمد على الكذب والمروغة أما السياسة الشرعية فهذا موضوع آخر يعني يطول فيه الكلام وبدأت هذه الأحداث وتم إدارة الأحداث من منطلق يعني إدارة واحدة وكان أهم ما أفرزته هذه الثورات زعزعت أنظمة الحكم الجبري وإيه كمان بقى أهم حاجة والحفاظ وتقديم شخصيات آخر الزمان للناس يعني إن مكلمك عن السوفياني فأقولك السوفياني موجود والسوفياني معروف والسوفياني أجهزة المخابرات الأمريكية بأمر من حكام العالم الحقيقيين العالم كله كان عايزه يمشي ولكن ممشاش ليه؟ لأن هذه الشخصية لازم تبقى موجودة وخد بالك كمان الأمر لا يقتصر على الشخصيات الشريرة ولكن لازم يبقى في حفاظ على شخصيات طيبة ليه؟ لأن لازم مصرح الأحداث يتجهز لإعداد الظهور للمخلص طيب وقبل المخلص لازم يظهر المهدي هم عارفين درسين جيدا العقيدة الإسلامية وعارفين أن والأحاديث النبوية وعارفين أن ظهور المهدي يتبعوا مباشرة ظهور المخلص بتاعهم الدجال ولذلك بيفتعلوا الأزمات الاقتصادية الكبرى علشان خاطر اللي يمسك مقاليد الاقتصاد في العالم هو المخلص الأعور عندهم طبقا لإيه؟ لعقيدتهم فمثلا على سبيل المثال صحابي مصر اللي هو موجود ما بيننا لازم حد يشيقرب له ما ينفعش حد يمسه بسوء ولازم يختفي لفترة عشان تتحقق النبوءات لأنهما ماشيين على الكتالوج ومعروف ولكن في خفاء كما قالت النبوءات والروايات ولازم الأخنس يكون موجود ولازم السوفياني يكون موجود ولازم وهكذا مصرح الأحداث بيتجهز ويعني هذه الحلقة أيها الأحباب لمن يريد أن يعرف للناس اللي عايزة تعرف أما الناس المنكرين المشككين فدول حالتهم صعبة جدا ولسه المفاجأة بتاعة تصريحات بايدن لسه بيفكروا لها في ردود وفي السيناريو عشان خاطر يستمروا في الإنكر سبحان الله هؤلاء للأسف أخطر من الدجال ذات نفسه لازم نعرف ودي عايزة حلقة يعني يعني انتظروها قريبا هتكلم عن أشخاص أخطر من الدجال انتظروا هذه الحلقة أنا مش عايز أننا يعني أطيل عليكم أيها الأحباب مازال الكلام ومتابعة الأحداث على قدم وساق تابعون الأيام القادمة بإذن الله لا تنسوا حلقة تأويل الرؤية التي تأتيكم على القناة الثانية معلومات أسرار آخر الزمان الثنين عايزين يعني فضلا وليس أمرا منكم أن انتو تشتركوا في هذه القناة عايزين برضو نساعد لظهور هذه القناة وأن هي تبقى يعني يعني خير إيه خير سند للقناة الرئيسية بارك الله فيكم أيها الأحباب لا تنسونا دائما من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة